للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن الدكتور سامير التقي الخبير في معهد الشرق الأوسط للدراسات أهلا بك دكتور سامير ويعني بيد أن انتهت كاميلا هارس من خطابها سرع ترامب مماشرة في إطلاق التصريحات ردا على خطابها لكن دعنا في البداية ننطلق من خطاب كاميلا هارس كيف قرأته وما أبرز ما استنتجته من هذا الخطاب دكتور أولا سيدي تحية لكم ولجمهوركم الكريم أعتقد بأننا أمام تحول كبير سيجري في الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن طبيعة المرشح الذي سينجح القوى التي جمعتها كاميلا هارس قوى جديدة تصعد بعضها يصوت لأول مرة هي تشمل قطاعات واسعة من نخب عمليا تنتمي إلى الوسط وإلى اليسار في الولايات المتحدة وأيضا إضافة للشباب والنساء والأقليات والمربح الكبير الذي حقته كاميلا هارس هو استعادتها للنقابات العمالية التي كان راهن عليها الرئيس ترامب سابقا بعد هجرة الكثير من الصناعات الأمريكية نحو الصين والآن صعد على المنصة قادة للنقابات العمالية الأساسية في الولايات المتحدة لكي يعلنوا تأييدهم لكاميلا هارس التوجه الرئيسي لكاميلا هارس هو إعادة الأتبار لدور وموقع الطبقة المتوسطة والبوزنس الصغير رجال الأعمال الصغار والمتوسطين وأطلاق هذه الطبقات في المجتمع الأمريكي وكان الحديث واضحا في أن هذه العملية تتم في مواجهة الشركات الكبرى خاصة هنا يجب أن نلاحظ بأن تأثير هذه الشركات ضعف كثيرا بعض القوانين التي وضعت من قبل الديمقراطيين لمنع تمويلهم للحملات إذن نحن أماما عطاف كبير بالمقابل الرئيس ترامب يتوجه إلى شرائح أخرى مختلفة تماما وهذا العطاف في رأيي أنا سواء جرى إلى اليمين أو إلى اليسار سيكون عصافا حاسما بالنسبة للمستقبل الولايات المتحدة نعم إذن دعنا دكتور سمير نتطرق إلى أبرز ما ورد في خطابات السيدة كاميلا هارس على مدار هذه الأيام الأربعة وكذلك ما قبلها وقام سيد دونالد ترامب الردي أو بمشاكسة هذه النقطة دعنا ننتقل إلى الأول تصريح أنه قال أن إدارة بايدن والتي كانت كاميلا هارس مشاركة فيها كالمرحلة الثانية أو نائب الرئيس سمحت بنحو 15 مليون مهاجر غير شرعي للدخول للولايات المتحدة الأمريكية وهذه أزمة تاريخية إذن هذا التصريح المتعلق بما يتعلق بالحدود والهجرة كان محور القدال ما بين الطرفين برأيك هل أخفقت فعلا إدارة بايدن في إدارة هذا الملف؟ هناك إجابتان على هذا الموضوع الإجابة الأولى هي أن الرقم الخاطئ تماما في الولايات المتحدة الأمريكية بناء على الأحصاءات العلمية هناك مرجعية للحقيقة في هذا الموضوع وهي المؤسسات الأمريكية الحيادية التي تعطي رقم بأن هناك حوالي 12 مليون مهاجر تراكميا تراكموا منذ أيام منذ السمانينات من قرن الماضي وهؤلاء موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية هاجروا أغلبهم من أمريكا اللاتين ولكن هناك الكثير منهم أيضا هاجروا من آسيا ومن دول أخرى المهم في هذا الموضوع هو أن كان الرئيس بايدن يدرك هذه القضية والجمهوريون توافقوا معه على صفقة كبيرة تاريخية فيما يتعلق بآلية حل مشكلة الحدود والهجرة ولكن استدعى في اللحظة الأخيرة رئيس ترامب رئيس مجلس النواب الذي هو عمليا جمهوري لأن الجمهورين هم الذين سيطرون على مجلس النواب وطلب منه أن لا يسير مع بايدن في هذا الموضوع لأن هذا الموضوع موضوع يعتبره موضوع انتخابيا رئيسيا ما تعهدت به كمالة هارس وأن فور وصولها إلى السلطة هو أنها سوف تقوم بإعادة إحياء هذا التوافق بين جمهورين والديمقراطيين على قانون حاسم يرضى عنه الجميع ما يتعلق بالهجرة لذلك في اعتقادي بأن موضوع الهجرة بحد ذاته لم يعد محوريا في العملة الانتخابية باستثناء أنه جزء من خطاب الرئيس ترامب ولكن بالنسبة للشعب الأمريكي بشكل عام هناك تصورات بأن من الممكن التوصل في كل الأحوال إلى رؤية متوافقة عليها لا تدفع بأمريكا إلى حلول درامية من نمط الذي تم تطبيقه لفترة معينة حينما كان الرئيس ترامب رئيسا مثل أخذ الأطفال بعيدا عن أهلهم مثل بناء جدار عمليا سبت أنه ليس له أي معنى إلى آخر أنا لا أريد أن أتحدث بطريقة منحازة ولكن الحقيقة أن هذا الموضوع يخبو كعامل انتخاب رئيسا نعم لكن أيضا أشار سيد دونالد ترامب وقال أن هاريس حين كانت نائبة للرئيس والتي هي لازالت في هذا المنصب عمليا حتى الآن لم تفعل شيئا خلال ثلاثة أعوام ونصف العام وهذا ما تفعله أيضا كأنه يشير بحسب كلام المحللين حتى أنا دين أتحدث عن هذا التصريح كأنه يقول أن عهد بايدن لن يختلف كثيرا عن أهد كامل هاريس ما رأيك بهذا الأمر دكتور سمير؟ إذا كان الموضوع متعلق فقط بقضية المهاجرين أعتقد بأنه بعد أن في حال نجاح هاريس سيكون الأمر سيعبد الطريق من أجل توافق جمهوري ديمقراطي على رؤية مشتركة فيما يتعلق بمن يشرف على الحدود الأليات التي يتم إشرف فيها أي كيف يتم حل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين إلى آخرين هذا جانب من الموضوع ولكن أما فيما يتعلق بقضية هل ستتصرف كامل هاريس كاستمرار لبيدن أنا بدأت أجهد فروق حقيقية بين الطرفين العمليا في بعض المناسبات أثناء الحملة الانتخابية يمكن أن ننطقت ملاحظات يؤكد فيها أنصار كامل هاريس بأنها ستكون مختلفة مختلفة فيما يتعلق بأنها أولا تأتي من جيل جديد أكسرا خلاطا مع طبقة الشباب وقضايا النساء تلك القضية بشكل خاص قضايا الشباب والأقليات التي عمليا لم يكن الرئيس بايدن يعتبرها قضايا مركزية كانت قضايا الصراع الرئيسية بين الحزبين التي تأخذ أغلب اهتمامه ولم يكن ركز عليها في برنامجه الانتخابي حينما كان لا يزال مرشحا عن الحزب الديمقراطي أنا في اعتقادي سيكون هناك اختلاف في المقاربة قد تكون مقاربة شعبوية من نمط جديد تقوم بها كامال هاريس ولكن بالنتيجة سنجد فروقات في المقاربة بينها سيكون هي أقل مراعاة على سبيل المثال لبعض القوى الممثلة للشركات الكبرى موجودة في نيويورك وغيرها تلك القوى التي لعبت دورا في دعم الرئيس ترامب في اعتقادي هناك تمييز الآن بين ترامب بين بايدن وبينها كامال هاريس فيما يتعلق بالموقف من الشركات الكبرى والموقف من دورها في إدارة الاقتصاد وضرورة أن يكون سمة دور للدولة في الإشراف وفي المراقبة وضمان المنافسة العادلة وهي قضية أكدت عليها إذن أتصور بأننا سنشاهد اندفاعا أكبر في البرنامج الاجتماعي للحزب الديمقراطي في زمان كامال هاريس نعم انتقل أيضا سيد دونالد ترامب الرئيس السابق لحديثه عن الصراع القائم حاليا في العالم إن كان أحداث الحرب والقمع الذي يحدث في قطاع غزة أو حتى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعلق على هذا الأمر قال أن إدارة جو بايدن هي السبب في اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وهي السبب أيضا في اندلاع الأحداث أو المجازر التي يفعلها الآن الاحتلال في قطاع غزة هل تتفق مع هذه الرؤية هل فعلا إدارة بايدن كانت هي السبب الرئيسي في قيام هذين الحربين أنا لا أتفق طبعا ولكن الأهم من ذلك وأن ذلك الخطاب وخطاب يدغدر التيار الانعزالي في الحزب الجمهوري ليس كل الحزب الجمهوري توتيار انعزالي يريد أن يغادر التحالفات التاريخية سواء مع اليابان وكوريا في الباسيفيك أو فيما يتعلق بالتحالفات التاريخية في الأطلسي اعتقادي بأن قوى رئيسية في النواة المركزية للسلطة في الدولة العميقة ترى في ذلك خطرا جديا على مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية وتعتقادي هذا الموضوع يعني عابر للحزبين فيما يتعلق بقضية الموقف من الحرب الأوكرانية وأيضا الموقف من وضع في غزة ترامب عمليا لم يتمكن من حل القضايا الرئيسية المتعلقة بالصرع العرب الإسرائيلي ولكنه بالمقابل عمليا أيد أن يستمر نتنياهو فيما يقوم به في غزة بهذا المعنى هو يدغدغ بعض التيارات وأبقى أن أقول المحافظة بين القوى المناصرة لإسرائيل في الولايات المتحدة ولكن المناصرين لإسرائيل ليسوا جميعهم بل هناك أغلبية منهم ليست من التيار المحافظ غالبا هي من التيار الوسطي والتيار الديمقراطي والمثال على ذلك هو أن كما لها زوجها وابنتها عمليا جمعت التبرعات وزوجها من الديانة اليهودية وهي رئيسة ابنتها عمليا جمعت تبرعات للإنروا ووهو من أجل غزة إذن هناك تحول في الولايات المتحدة الأمريكية فنحن أمام منافسة بين قوى تعتمد على دور الأقليات وصعودها في المجتمع الأمريكي ديموغرافيا وسياسيا واقتصاديا وقوى النساء وقوى الشباب إضافة إلى قوى المعتدلين والغير الذين كانوا مترددين اليوم صدر نوع من الاستطلاع الذي يؤكد بأن هناك صعود لكامالا هاريس بين المترددين وكان بين في المؤتمر عدد الحؤز من الجمهوريين الذين تخلوا عن ترامب وألقوا كلمات مناهضة لترامب بالمقابل هناك قوى عميقة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تجد مصلحتها مع ترامب لذلك كل ما أقوله لا يعني بأن نحن نتحدث الآن بعد نهاية المؤتمر للحزب الديمقراطي ولكن بالمقابل القوى المناهضة لوجهة النهزة هذه ولهذه السياسة هي قوى كبيرة وإن كانت لا تتفق مع ترامب فيما يتعلق بقضية السياسة الخارجية والموقف من الدول مثل روسيا وكوريا الشمالية ولكن في كل الأحوال من الواضح بأن الطريق ليس ممهدا لكمالا هاريس في الولايات المتحدة نعم لكن كان من ضمن التصريحات التي كررتها السيدة كاميلة هاريس والتي ربما رفضها بعض الجمهوريين الذين يتحدثوا لوسائل الإعلام حين قالت أن ترامب لا يحب النساء ترامب يكره النساء وقد عمل في أثناء فترة توليه الرئاسة على محاربتهم وعلى قمعهم بشكل أو بآخر ما مدى صحة هذا التعبير؟ هل هو تعبير حقيقي أم خطاب سياسي لدغدغة المشاعر كما وصفت حضرتك؟ هناك قضية رئيسية هي أن القضايا التي أسرت حول الرئيس ترامب وخاصة ما أسرته كاميلة هاريس عمليا يشير بأنه ربما هو يحب النساء ولكنه يحبهم على طريقته بمعنى أنه ينظر نظر دونية للنساء هو موقفه منهم موقف مختلف تماما عن الموقف الندي المساواة التحرري الذي كانت تنادي به كاميلة هاريس النظر مختلفة قطعا فيما يتعلق المقاربة مقاربة موضوع الجنس النسائي والموقف منه في المجتمع هناك موقف مختلف تماما وما قام به الحزب الديمقراطي هو أنه أحضر إلى المنصة طفلة حملت من زوج أمها وعمليا تم منعها من الإجهاد ولكنها في النهاية تمكنت من الإجهاد أحضروا إلى المؤتمر إذن كان المؤتمر صارخا في جلب الردود الملموسة على حجج متعلقة بقضايا الإجهاد وحرارية المرأة وقضية المساواة والمهاجرين أبرز عدد من المهاجرين المبدعين حتى بجبع بعض منهم قد لا يكون مهاجرا شرعيا وبالتالي المقاربة كانت مختلفة تماما في طريقة مقاربة قضية النساء وقضية الأقليات بشكل عام أو الفئات الأضعف في المجتمع الملكي ربما بما أن حضرتك طرحت هذه النقطة وبما أنها كانت مثارة جدل حتى من قبل أن يتم اعتماد السيدة كاميلا هارس بشكل رسمي من قبل الحزب الديمقراطي قضية الإجهاد الموقف الديمقراطي واضح جدا في هذه المسألة وتطرقوا أكثر من مرة إلى هذا السيناريو حين تتعرض الفتيات للاختصاب فمن حقهم قانونا وإنسانيا أن يقوموا بهذه العملية كان موقفهم واضحا لكن ذهب بعض المنتمين للحزب الجمهوري إلى رأي آخر وقالوا لماذا لم تتحدث كاميلا هارس مثلا وبما أنها يعني امرأة قانونية وكانت مدعية عامة قبل ذلك لماذا لم تتحدث عن تشريع قوانين صارمة ورادعة لمعاقبة أو لإنزال العقوبة بشدة لمن يمارس هكذا فعل شنيع ومجرم مثل الاختصاب بالإضافة أن تترك الأمر إلى الطب لأن أحيانا الإجهاض يكون فيه خطورة على حياة المرأة ذات نفسها بحسب ما وصفوا وبحسب ما عبروا فما تعليقك دكتور سيمير على هذه النقطة الولايات التي منعت الإجهاض حاليا تمنعه حتى لو أخذ الأطباء آئيا بطرورة الإجهاض لأسباب صحية الجانب الآخر هو أنه يعني هناك مشكلة كبيرة هي أن يطلب خاصة الحمل يتم غالبا عند الصبايا الصغيرات في السن الذين يزمون ويقيمون علاقات عابرة وتنتهي القضية بالحمل المشكلة الرئيسية في هذا المجال أن المجتمع الأمريكي فيها كمية كبيرة من الفتيات الحوامل والذين لديهم أطفال يدمرون حياتهم في المستقبل بسبب في هذه الملاقصة في الولايات التي تمنع الإجهاض إحدى الطروح التي طريحت هي أن على كل الرجال أن يقوموا بتحديل الـ DNA لأنها أحيانا كثيرة جدا الطفلة لا تعرف حتى اسم الشخص الذي قام بمراسة الجنس معها وبالتالي المشكلة والرجال يرفضون بأن يحلل الـ DNA لأنها ستكون فضائح كثيرة لذلك القضية كبيرة هنا في المجتمع الأمريكي ولا يحلها مجرد صدور القانون لذلك يتم اللجوء أحد الأسئلة التي طلحتها كامالة هارس على سبيل المثال هي قضية عمليا هل يقبل الجمهوريون بأن يتم السيطرة على قرارات التكاثر وقرارات الممارسة الجنسية للرجال من قبل القضاء والدولة هذا طالما أن الرجال ليسوا خاضعين في علاقاتهم الجنسية لأي ضوابط فلا يجب أن تكون النساء كذلك نعم بعودة سريعة حتى لا ننغمس كثيرا في ما يتعلق بالداخل الأمريكي في قوانين ما التي تنظم حياتهم ربما نريد أن نركز أكثر على القضايا الإقليمية فهي غالبا ما تهم المشاهد العربي أو حتى غير العربي في من هم خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية سيد ترامب قال تصريحا بثيرا قال أن هارس لا تحب إسرائيل وأكمل بعدها وقال أنا من جعلت إيران مفلسة حتى أقوضها أو حتى أمنعها من أن تمول أذرعها في المنطقة كان هذا سطرا أفرده بذاته عن هذه القضية فهل فعلا قام بذلك؟ هناك رأي آخر تماما هو أن إلغاء الاتفاق النووي الإيراني أدى إلى إفلات يد إيران وهي الآن أصبحت دولة تتمتع أصبحت من الدول على العتبة النووية وليس هناك مجال للعودة للاتفاق النووي بعد أن أوطفه ترامب لأنه لم يعود هناك معنى لأن لديها قنبلة على الرف هذا هو الاعتقاد السائد حتى لدى المنظمات الدولية منظمة الطاقة النووية الدولية التي تقول أنه خلال يسابيع من اتخاذ القرار يمكن إنتاج السلاح النووي إذن هناك رد على هذا الكلام فيما يتعلق بقضية إيران المفلسة ولكن القضية الرئيسية هنا هي فيما يتعلق بإيران في رأي أنها صرحت تصريحا واضحا لذلك بعد قضية أن تضح بأن إيران أصبحت الآن على عتبة القنبلة النووية هناك رأيي بأن الأزرع الإيرانية أصبحت أكثر خطر على استقرار الإقليم وخاصة على أمن دولة إسرائيل من السلاح النووي السلاح النووي هو السلاح شمشوم بمعنى السلاح الحل الصفري وبالتالي ليس الآن ضبطه هو المشكلة الوحيدة يعني العديد من الدول تمتلكه ولكن المشكلة الرئيسية هي أن الدور المزعز على الاستقرار لإيران هذا ما أكدت عليه كامالة هاريس كامالة هاريس نقلت موضوع الأولويات تجاه إيران من قضية الملف النووي وقضية العقوبات إلى قضية الدور الذي تلعبه ميليشيات إيران في الإقليم في تهديد المصالح الأمريكية أولا وفي تهديد وأمن ووجود دولة إسرائيل كانت أيضا أو كان السيد دونالد ترامب كان قد أشار إلى هذه النقطة أكثر من مرة تقريبا في كل مرة ظهر في إلا وسائل إعلام يكررها قال كامالة هاريس كذبت على الأمريكيين بشأن ما يتعلق بالصحة العقلية والجسادية لجو بايدن ويعني كأنه يضغط على هذه النقطة أنها طالما كذبت في هذا الأمر فلا تصدق لها وعود آتية هل ربما هذا الانطباع يصل فعلا إلى الناخب الأمريكي أم أنه يعتبرها هفوة سياسية بالحقيقة يعني غالبية السياسيين الأمريكان الذين احتكوا مع الرئيس بايدن شعروا بلحظات معينة بأنه ليس كامل الكفاءة وهذا ينطبق على كتل كبيرة من الشخصيات التي كانت موجودة ولكن كما يحصل لكل الزعماء الذين يتجاوزون قدرات معينة أو تنخفض قدراتهم في المتابعة أو في القاء الكلمات أو في حتى المفاوضات يتم تعويد ذلك بتلك المؤسسة الهائلة التي تحتضن دور الرئاسة ودور الرئيس وبالتالي يتم تعويد ذلك يعني كاننا أعتقد كل أعضاء الحزب الديمقراطي بل وحتى بعض أعضاء الحزب الجمهوري الذين التقوا ببايدن وخرجوا يقولون أنه شخص طبيعي وأنه شخص قادر على إنجاز المهام من لقاءتهم معه بما فيها أعضاء كبار جمهوريين في الكونغرس يعني كان الانطباع نعم هو ليس في كامل القدرات في التحدي ولكنه كان بالنتيجة يعود ذلك بخبرته الكبيرة من جهة وذاكرته الكبيرة وبالمقابل أيضا بالقدرات المؤسسة لذلك لا أتصور أن ذلك سيحرك الكثير لدى الجمهور الاعتقاد المشكلة الرئيسية عند ترامب التي ناشده رئيس الكتلة الجمهورية في الكونغرس ناشده أن يقلع عنها وناشدته أيضا منافسته على الرئاسة ضمن الحزب الجمهوري ناشدوه جميعا بأن يكف عن التوجهات الشخصية أن يتفع عن مناقشة شخصية المرشح المقابل وأن يتجه لإنتاج برنامج وقاله بوضوح على وسائل الأعلام خلال يومين السابقين بأنه لو استمر في هذا السلوك فمن الواضح بأن كاملة هاريس التي استطاعت أن تسرد برنامجا متكاملا إلى حد ما بالرغم من في رأينا فيه نواقص اقتصادية يبغي توضيحها وهناك تساؤلات كثيرة حول الآليات التي تتوصل فيها لهذه السياسة ولكنها بالنتيجة قدمت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا ربما دكتور قبل أن يدهمنا وقتنا لأنه شارف على النفاذ فأريد عودة سريعة مع حضرتك إلى ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وكذلك ما يجري في قطاع غزة سريعا برأيك من خلال القراءات والاستطلاعات إن كان من خلال حديث السيدة كاميلا هاريس أو حتى تيم وولز أو الذين تصدروا للحديث هل فعلا سوف تطلع السيدة كاميلا هاريس بشكل موسع في دعم أوكرانيا وحثها على مواصلة الحرب أم ربما نشهد سابقة بأن تطلع أو يطلع الديمقراطيون بتهديئة للوضع وربما خطة للسلام في أعمق أشكالها خلال النقاش الاستراتيجي مع كبرار الديمقراطيين هنا في واشنطن أستطيع أن أقول بأنه بالنتيجة هناك قناعة بأنه لا يمكن هزيمة مع حقاله روسيا وإنما يجب إقناعها عبر حرب طويلة لأنها ستصل إلى طريق مسدود وأنها ستطر للتفاوض إذن الأفق التفاوضي مطروح وهناك تصور بأن القدرات البشرية غير المحدودة تقريبا يعني تسمح بمستوى الخسائر الراهن تسمح لروسيا بأن تخسر تستمر في هذه الحرب على ما لا يقل عن 8 أو 9 سنوات وبالمقابل في اعتقادي هناك خوف بأنه في حال تمكنت روسيا من اكتساح جزء كبير وفرض نفسها استراتيجيا فإن دول شرق أوروبا سوف تتساقب سياسيا وربما عسكريا تحت وطأ الانتصار الروسي وبالتالي الولايات المتحدة في رأينا في ظل كمالهاريس سوف تقوم بلا شك بدعم صمود الأوكرانيين بشكل قوي ويتم الآن مع سبيل المثال تجاوز بعض القطوط الحمر التي وضعها بايدن فيما يتعلق باستخدام السلاح داخل روسيا سلاح الأمريكي وأيضا بالمقابل هناك ملاحظة بأن الآن دول الأوروبية هي أكثر التزاما حتى من الولايات المتحدة الأمريكية وتطور صناعاتها في هذا الاتجاه لا أريد أن نطيل في هذا الموضوع موضوع كبير ولكن يتصور نعم كمالهاريس سوف تدعم هذه العملية مع إبقاء باب السلام باب الحل مفتوحا مع بوتين هذا الحل الدوليسي نعم يعني دكتور سمير أريد أن أشكرك جزيلة شكري على كل هذه التفاصيل وكل هذه المعلومات من واشنطن الدكتور سمير الطقي الخبير في معهد الشرق الأوسط للدراسات شكرا جزيلا لك شكرا